العاشرة ليلا بتوقيت جرينيتش الخامسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة المفصلة لأهم الأخبار في الولايات المتحدة فأهلا بكم إذن اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الحرب في أوكرانيا لا يمكن أن تنتهي سوى بتغيير الرئيس الروسي فلانيمير بوتين لمساره وتوقف عن تشكيل تهديد للأمن العالمي بلينكين الذي لخص إنجازات الدبلوماسية الأمريكية خلال العام الجاري اعتبر أن المساعدات الأمريكية ساهمت في مساعدة الأمريكين بالتصدي للغزو الروسي الذي وصفه بالفشل الدريع هذا العام استخدمنا ولا نزال قوة الدبلوماسية الأمريكية حيث حشدنا العالم لإفشال الغزو الروسي الذريع لأوكرانيا حيث ساهمت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بتمكين الأوكرانيين من التصدي للحرب واستعادة أراضيهم وهنا أقول أن على الشركاء المساهم أكثر في هذا المجهود المتعلق بتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية مثلما قمنا نحن بتزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت لكنني أؤكد أن النيتو لم يكن يوما أكثر قوة وأكثر توحدا مما هو اليوم ونحن نعيش حالا من الوحدة الجماعية الرائعة آلة الحرب الروسية تعاني لأن الولايات المتحدة حافظت على وحدة أهدافها والتزمت مع أوكرانيا وهذه الرسالة التي أرسلها الرئيس بايدن مرارا ونحن سنحافظ على الدعم لأوكرانيا لأن بوتين لا يظهر أي اهتمام بالديبلوماسية التي هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب والتي لا يمكن أن تنجح إلا بتغيير الرئيس بوتين لمصاره وأن يتوقف عن تشكيل تهديد مباشر للأمن العالمي أكد البيت الأبيض الخميس أن كوريا الشمالية قدمت الشهر الماضي شحنة أسلحة لمجموعة فاغنر الروسية محذرا من أنها قد تقدم لها شحنات أخرى وهو ما يدعم دور فاغنر المتزايد في الصراع الروسي الأوكراني وتعهد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كاربي بفرض واشنطن مزيدا من العقوبات على فاغنر فاغنر الروسية في عين العاصفة بعد تورطها في الصراع الروسي الأوكراني فقد أكد البيت الأبيض الخميس تسليم بيون جانج شحنة أسلحة لفاغنر للمساعدة في تعزيز القوات الروسية في أوكرانيا محذرا من ازدياد قوة هذه المجموعة الروسية شبه العسكرية وقد عد جون كاربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تزويد بيون جانج أسلحة لفاغنر انتهاكا لقرارة مجلس الأمن الدولي مؤكدا أن الشركة الروسية تنفق أكثر من مئة مليون دولار شهريا على عملياتها في أوكرانيا وأنها تجند سجناء للقتال في أوكرانيا من بينهم مصابون بأمراض عقلية متهما إياها بتأجيج الصراع في أوكرانيا لجأ الرئيس بوتين بشكل متزايد إلى شركة فاغنر المملوكة من قبل إفغيني بروغوجين للحصول على الدعم العسكرية وفي الواقع يسيطر سيد بروغوجين على جيش خاص يقتل إلى جانب القوات الروسية وينفق بروغوجين أكثر من مئة مليون دولار شهريا لتمول عمليات فاغنر داخل أوكرانيا كيربي في ذات السياق تعهد بفرض مزيد من العقوبات على الشركة الروسية الخاصة ستضمن عدم حصولها على أي معدات عسكرية أمريكية بعد أن فرضت واشنطن الأربعاء قيودا جديدة على صادرات التكنولوجيا لمجموعة فاغنر في محاولة لتضييق الخناق على الإمدادات إليها يأتي هذا في ظل فرض واشنطن الخميس حزمة عقوبات جديدة على عشرة كيانات بحرية روسية بسبب العمليات الروسية التي تستهدف الموانئ الأوكرانية في الوقت الذي تزيد فيه واشنطن الضغطة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا بالتزامن مع الموقف البريطاني الذي أدان الخميس تزويد كوريا الشمالية فاغنر بالأسلحة متأهدة بريطانية بالتعاون مع حلفائها بدفء كوريا الشمالية ثمنا باهضا لدعم الحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا على حد وصفها في المقابل نفى رئيس مجموعة فاغنر الروسية ما وصفه باتهامات واشنطن لها باستلام شحنة أسلحة من كوريا الشمالية واستخدامها في الصراع الروسي الأوكراني طالب الولايات المتحدة بتقديم تأكيدات على اتهاماتها مشيرا إلى أن اتهامات واشنطن لمجموعة فاغنر غير صحيحة من جهة أخرى امتنعت وزارة الدفاع الأمريكي عن التعليق على تصريحات الرئيس الروسي بشأن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بنظام باتريوت لدفاع الجوي ونقلت مرسيلة الحرة عن متحدث باسم البينتاجون قوله أن وزارة الدفاع الأمريكية تجدد التزامها بمواصلة مد أوكرانيا بكل ما تحتاجه وشدد على أن الولايات المتحدة اعتادت على الخطابات الروسية المنفاعلة والمهددة قالت وكالات أنباء محلية في أوكرانيا أن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على مدينة بخموت بالكامل من القوات الروسية التي تحاول السيطرة عليها وكانت المدينة قد شهدت معارك عنيفة في الأونة الأخيرة للسيطرة عليها عادت الراية الأوكرانية لتخفق فوق مدينة بخموت بالكامل تلك المدينة التي سلم جنودها راية ترمز لصمودهم للرئيس فيلودمير زيلنسكي كي يحملها إلى واشنطن ويحمل معها معاناة المدينة من المحاولات الروسية المتكررة للسيطرة عليها وتنقلت وسائل الإعلام الأوكرانية صورا لجنود يرفعون علم بلادهم في المدينة وصورا أخرى لجنود آخرين يتنقلون داخل المدينة مشيرين إلى أنها تتعرض لقصف روسي عنيف مواقع للتواصل الاجتماعي أفادت أن الجيش الأوكراني كبد مقاتلي قوات فاغنر رأس الحربة بالهجوم على بخموت كبدها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد ولم يتسنى التأكد من صحة الصور من مصدر مستقل وكانت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية قد أعلنت عن تمكنها من صد هجوم للقوات الروسية استهدف مدينة بخموت وبلدات أخرى في مقاطعة دونتسك الشرقية بالمدفعية والدبابات وأصبحت بخموت هدفا رئيسيا لروسيا التي تحاول الاستلاء على مقاطعة دونتسك بأكملها مقابل استماتة من القوات الأوكرانية التي كثفت من تحصيناتها ووجودها في المدينة وتصاعدت وطيرة المعارك بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية في منطقة دونتسك بشرقي أوكرانيا حيث تدور بين الجانبين المعركة الأشرس والأكثر عنفا في بخموت وقبل توجهه إلى الولايات المتحدة زار زيلنسك جنود بلاده الذين يقاتلون على خط الجبهة في بخموت وصلت الضوء على أهمية المدينة بالنسبة لأوكرانيا وصفا إياها بقلعة بخموت وحول القصف الروسي اليومي وسط المدينة الذي كان أنيقا في يوم من الأيام حولها إلى سلسلة من الواجهات المحطمة مع تناثر الحطام في الشوارع وسط الخنادق المحفورة حديثا والحواجز المضادة للدبابات أعلن وزراء مالية مجموعة دول السبع أنهم خصصوا ما يصل إلى 32 مليار دولار من أجل الدعم الاقتصادي لأوكرانيا خلال العام المقبل مؤكدين استعدادهم لتقديم المزيد إذا لزم الأمر وأعلن الوزراء في بيان التزامهم بتلبية احتياجات أوكرانيا المالية العاجلة كما شجع المنحين الآخرين أيضا على زيادة مساهمتهم هذا وأكد وزير المالية الألمانية أن دعم أوكرانيا اليوم يظل من الأولويات المطلقة لمجموعة السبع أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين محادثات مع نظيره التركي مولوت شاوش أوغلو تناول خلالها الجانب أن تدعيات حرب أوكرانيا وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية وجاء في بيان الوزراء أن بلينكين شكر أنقرة على جهودها لضمان استمرار مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة وأوضح أن الجانبين شدد على أهمية وحدة حلف الناتو في دعم الدفاع الأوكراني ضد الغزو الروسي اقتصاديا فقد الروبل الروسي ما يقرب من 15% من قيمته أمام الدولار خلال قلة من أسبوعين بعد فرض تحديد سعر النفط والغاز ومخاوف من تدعيات العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا تراقب أعين الروس مؤشر سعر صرف العملات بعد بدء تراجع الروبل الروسي مقابل الدولار عقب فترة من الاستقرار تدهور يعلم المواطن الروسي أنه سينعكس على قدرته الشرائية وزيادة الأسعى وارتفاع نسبة التضخم في البلاد وفتح باب التساؤل عند أي حد سيقف مؤشر العملات مع الأخذ بالاعتبار السيناريو المشابه الذي شهدته روسيا عند فرض العقوبات الغربية الأمريكية عليها مع بدء العملية العسكرية في أوكرانيا السبب الرئيسي كما هو معروف هو انخفاض صادرات روسية وخاصة بعد إعلان قرار اتحاد الأوروبي تحديد سعر النفط والغاز وبالتالي ستنخفض واردات الخزينة الروسية خسر الروبل ما يقارب 15% أمام الدولار في أقل من أسبوعين فيما ربط بعض الخبراء ذلك بقرار فرض سقف سعر للنفط والغاز الروسي وتخفيض عقود تصدير المشتقات النفطية الروسية ويرى البعض أن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي الروسي دفعت إلى تنشيط الاستيراد البديل ما يعني سحب كميات من الدولار من الأسواق وارتفاع الطلب على الدولار مع اقتراب موسم الأعياد على العالم أن لا ينسى أن الدولار هو عملة الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى وسيبقى الدولار من قوة الولايات المتحدة وللأسف في روسيا لم يستطيع التخلي عن الدولار رغم العديد من التصريحات حول ذلك السلطات الروسية لا تعتبر ما يجري في سوق العملات تدهورا اقتصاديا وإنما عودة سعر صرف الروبل إلى وضعه الطبيعي الذي كان عليه قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا وذلك بعد فرض المركزي الروسي جملة من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز مكانة الروبل في وجه العقوبات الغربية على روسيا بين واقع السوق وخشة المواطن العادي على لقمة عيشه ومدخاراته وتأكيدات الاقتصاديين أن الوضع تحت السيطرة تتحدث الحكومة الروسية أن لا تأثير للعقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي دراس مارديني الحرة موسكو وللمزيد ينضم إلينا من ولاية فرجينيا الأمريكية كيلي ميك فارلند مدير البرامج والأبحاث بمعهد دراسة الدبلوماسية في مدرسة نوالش للخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون مرحبا بك سيد كيلي معنا في هذه الساعة يعني بداية كيف تقرأ أصداء هذه الزيارة لزيلنسكي في الداخل داخل الولايات وخارجها كذلك بتصريحات بلينكين الأخيرة أعتقد أنه بالنسبة للرئيس زيلنسكي زيارته صارت على ما يرام وحصل على ما يريد في حالات كثيرة خلال زيارته نراه يزور الولايات المتحدة لعدة أسباب هو يرى أن الشتاء سيكون ثقيلا وربما تكون هناك مراوحة في المكان من ناحية العمليات العسكرية وهو يريد تعزيز الدعم لأوكرانيا في الولايات المتحدة لأن هناك كونغرس جديد قادم ومجلس النواب ستكون الأغلبية فيه للجمهوريين ورأينا بعض الجمهوريين في مجلس النواب يقولون ربما لن يدعموا شيكا على بياض لأوكرانيا وربما يرون أنفسهم أو هو في قتاله ضد روسيا يريد أن يحصل على المزيد من الدعم وصفقة الباتريوت كانت جيدة لأوكرانيا وهذا انتصار كبير له والمشكلة على المدى القصير الأمر يتطلب وقتا قبل أن تصبح هذه الصواريخ صواريخ باتريوت فاعلة على الأرض ولن نراها تبدأ في العمل من جانب الأوكرانيين ربما ليس قبل أواخر الربيع إذن كان هذا انتصارا له وهو لا يزال يحصل على تمويل من الولايات المتحدة وبالتالي الزيارة كانت جيدة بالنسبة للرئيس زيلنسكي طيب أيضا ما هي الرسائل برأيك التي وصلت لروسيا من خلال هذه الزيارة بعد مشاهدة كل الصور للرئيس الأوكراني وهو في الكونغرس في البيت الأبيض وهو يصول ويجول هنا داخل واشنطن في تقرير تقريركم تحدثتم عن الوزير بلينكين الذي تحدث عن الوحدة داخل صفوف الاتحاد الأوروبي والحلفاء ربما هناك بعض التردد من جانب بعض الجمهوريين فيما يتعلق بإعطاء شيك على بياض بين قوسين والمسألة هي الحكومة والوحدة داخل الحكومة والرغبة في مساعدة أوكرانيا والرئيس بايدن قال سيفعل كل ما يستطيع للاستمرار في مساعدة أوكرانيا وهذه رسالة بحد ذاتها يراها الجمهوريون والديمقراطيون وقفوا سويا وصفقوا للرئيس زيلنسكي في موقف لا حزبي وهذا له معنى كبير والروس سيلاحظون ذلك وهذه رسالة قوية بالإضافة إلى استمرار الولايات المتحدة في منحه المزيد من المال وبطارية الباتريوت وهذا يبرهن على أن الدعم الأمريكي والأوروبي سيستمر سيد كاري في سياق متصل أيضا فيما يتعلق بالاتهامات الأمريكية لكوريا الشمالية بإعطاء فاغنر أسلحة خلال الفترة الماضية طبعا فاغنر نفت هذه الاتهامات وطالبت بالتبرير ولكن اليوم وأنت ترصد هذا الشأن ما هو الدور الذي تلعبه كوريا الشمالية في الحرب على أوكرانيا أعتقد أن كوريا الشمالية ستفعل ما تستطيع للحصول على المال ومساعدة روسيا قدر الإمكان لأنها تحتاج إلى المال وهذا يعبر أكثر عن العلاقة مع روسيا وربما ترى الروس يذهبون إلى إيران للحصول على المسيرات وأسلحة أخرى أيضا وهذا أيضا يعبر عن عدم قدرة الروس على تسليح أنفسهم ويحتاجون إلى التوجه إلى أماكن في الخارج للحصول على السلاح هذا لا يتحدث كثيرا عما تفعله كوريا الشمالية كوريا الشمالية هي دولة سلطوية وتحاول أن تحصل على حلفاء أينما استطاعت نتيجة لطبيعة النظام الكوري بالنسبة لفاقنر هناك عقوبات فرضت على فاقنر أو كذلك ستفرض ما الذي يمكن أن يتخذ من قبل الولايات المتحدة مع هذه المجموعة التي تدعمها روسيا خصوصا بعد ذلك الحديث والتجديد أيضا من قبل سيد كيربي عن العقوبات أعتقد أن هذه هي الحركة المناسبة فرض عقوبات على مجموعة واغنر وهم يستحقون العقوبات لفترة من الوقت فهم لاعبين سيئين ولهم أدوار في سوريا وفي مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى إنهم أشرار وهم ذراع للكريملين وكما قلتم في تقريركم مؤسس هذه المجموعة هو حليف وثيق لبوتين ويمكنه أن يستخدم هذه المجموعة كمجموعة يمكن أن تفعل أشياء في بلدان أخرى ويمكن لبوتين أن ينكر مسؤوليته عما تقوم به أي شيء نستطيع عمله لإيقاف مجموعة واغنر ليس فقط في أوكرانيا وإنما في أماكن أخرى مثل مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى إنهم يرتكبون فضائع ويحصلون على المال من هناك ويغنون أنفسهم وهم لاعبين أشرار يجب أن يخضعوا للعقوبات ولكن هذا يتطلب وقتا والطريقة الوحيدة لمعاقباتهم حاليا هي الاستمرار في تمويل وتسليح الأوكرانيين لأنهم هم الذين يقاتلون هذه المجموعة على الأرض نعم سيد كاري ميكفيرلاند مدير البرامج والأبحاث بمعهد الدراسات الدبلوماسية في مدرسة إدمن والش للخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون كنت معنا من فرجينيا شكرا جزيلا لك على هذا الطرح من جديد أهلا بكم مشاهدين قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن طريقة المثلأ للتصدي لطموحات الصين بتغيير النظام العالمي تمكن بالتنافس معها مشيرا في الوقت نفسه إلى همية التعاول مع الصين فيما يتعلق بالقضايا التي تساهم في حماية شعوب العالم الصين هي المنافس الوحيد لنا الذي يعتزم إعادة بلورة النظام العالمي والتحول إلى قوة عسكرية كبرى ونحن سنواجه هذا التحدي بالاستثمار مع الحلفاء والأصدقاء ومنافسة الصين للدفاع عن بلادنا والحفاظ على مستقبلنا والتأكد من توقف الصين عن انتهاك حقوق الإنسان في هونج كونج وغيرها نحن قمنا باعتماد مقاربة هذا العام تتعلق بمحيط هادئ مسالم بالعمل مع دول المنطقة والاتحاد الأوروبي لأننا نريد السلام والأمن في مضيق تايوان ولهذا نحن حذرون من تحول التنافس مع الصين إلى نزاع ومن أجل ذلك نحن نعتمد على نتائج المحادثات التي جمعت الرئيس بايدن مع نظيره الصيني وسنواصل التعاون مع الصين بما فيه مصلحة شعبين وشعوب العالم في موضوع آخر أيضا اعتبر بلانكين أن قرار حركة طالبان بمنع النساء من ارتياد الجامعات سيكون مكلفا مشددا على أنه سيؤثر سلبا على نيتهم في نسج علاقات مع المجتمع الدولي ما سمعناه عن قرار حركة طالبان المتعلق بحرمان النساء والفتيات من التعليم الجامعي هو مدان بطبيعة الحال ونحن استمعنا لإدانات من مختلف دول العالم وحتى من دول إسلامية وهذا نعتبره أمرا قويا لمواجهة هكذا القرار ما تفعله طالبان هي محاولة الحكم على الفتيات والنساء الأفغانيات بمستقبل مظلم من دون فرص ونحن نعلم ونحذر من أن المجتمع الأفغاني لن يتقدم في حال استمر الوضع على حاله سيكون هناك تكلفة إذا لم تتراجع طالبان عن قرارها وهذا الأمر سيعرقل مساعيهم لتحسين علاقاتهم مع العالم وهذا ما يريدونه ويحتاجونه بشدة لكنه لا يحدث إذا استمروا في هذا المصار هذا واعتبر وزراء خارجية دول مجموعة السبع أن تمييز الجندري قد يرقى إلى مستوى الجريم ضد الإنسانية وذلك تعليقا على قرار حكومة طالبان منع التعليم الجامعي للنساء أدانا الوزراء في بياننا لإجراءات التي تتخذها طالبان في حق النساء معتبرة إياها سياسة ممنهجة للقمع وفي الداخل خرج عشرات الطلاب الجامعيين بوقفة احتجاجية أمام جامعة كابول ضد قرار حكومة طالبان بحضر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان فيما مزق الطلاب أوراق الامتحانات وغادروا قاعات الدراسة تعبيرا عن رفضهم لقرار حكومة طالبان بكاء ونحيب داخل السفوف ولحظات ما قبل الفراق الأليم مع حلم التعليم هي مظاهر اعتراض المرأة الأفغانية لم تطل فرحتها بالعودة إلى مقاعد الدراسة ومنعت من التعليم مرة أخرى بقرار من طالبان في كابل العاصمة مسيرة احتجاج لناشطات حاولنا تحدي الحظر المفروض على المظاهرات طالبان من جديد حاولت اعتراضنا السلمي إلى العنف حيث منع مقاتلها النساء من الاحتجاج وقامت عناصرهم بضرب المحتجات وألقت القبض على بعضهم أساليب جديد لجأ إليها الأفغان في مواصلة الاحتجاج حيث حرس عدد كبير منهم على إيصال رسالة الاعتراض من خلال فضاء الانترنت المفتوحة إضافة إلى المتوفر في أيديهم طلاب رفضوا المشاركة في امتحانات العام الدراسي وأساتذة جامعيون كثيرون أعلنوا استقالاتهم صحفيون ومديعون انتقدوا القرار أثناء قراءة خبر المنع على شاشات التلفزة المحلية عندما رأيت هذا القرار تعجبت ولم أفهم ماذا يحدث ثم قررت أن أقدم الاستقال اعتراضا عليه وليس التهرب من المسئولية كثيرون يفعون شيء نفسه علينا إنقاذ مستقبل هذه البلاد الحزن وفقدان الأمل عنوان بات يخيم على الشارع الأفغاني لا سيما النساء اللواتي فقدنا الأمال بشأن مستقبلهن في بلد باتت حقوقهن الأساسية والإنسانية مهددا قرار طالبان الأخير هو إعلان نظام سياسة الفصل العنصري على أساس الجنس في أفغانستان المرأة تحذف من الحياة وتحرم من حق تعليم والعمل فقط لأنها امرأة أعتقد أن طالبان تخسر كثيرا في الداخل والخارج آمل أن تتخذ المحاكم الدولية إجراءات لجري طالبان إلى العدالة طالبان لم تتحدث عن رؤيتها للأفغان حتى الآن وهي تمتنى عن إعلان الأسباب والدلالة الشرعية التي تبني عليها قرار منع تعليم الفتيات على الرغم من أنها تعهدت في اتفاقية الدوحة وأيضا مع المسلم الدولي أنها ليست ضد تعليم وعمل النساء عودة إلى الوراء وسير في الاتجاه الخاطئ بهذه العبارات تفاعلت الأوساط السياسية والشعبية من بينهم موالون لحركة طالبان فيما دعتها واشنطن وعواسم دولية وإسلامية إلى العودة عن قرارها فورا ودع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان دول العالم إلى الوقوف إلى جانب الأفغانيات ودعمهن صفة الله صافي الحرة أقرى ميلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الانفاق الحكومي حتى نهاية سبتمبر من العام المقبل بميزانية تقدر بنحو تلريون 700 مليار دولار على أن يصادق عليه مجلس النواب في وقت لاحق وتشمل فاتورة الانفاق الضخمة 858 مليار دولار لتمويل الدفاع إضافة إلى 45 مليار دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا يشار إلى أن مشروع القانون الخاص بالانفاق يجب أن يتم إقراره من مجلسي الشيوخ والنواب كما يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أتوقيع على القانون بحلول منتصف ليل الجمعة لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة اقتصاديا كذلك حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بوتيرة قوية وبشكل غير متوقع بلغ 3.2% في الفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر حسب ما أفادت الحكومة الأمريكية الخميس وكانت دافع وراء النمو في ربع ثالث من هذا العام هو الصادرات القوية والإنفاق الاستهلاكي الجيد رغم تفشي التضخم وارتفاع أسعار الفائدة نمى الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سنوية قوية وبشكل غير متوقع بلغت نسبته 23% في الفترة الممتدة بين يوليو إلى سبتمبر الماضي وفق الحكومة الأمريكية ويعد هذا الارتفاع الذي تعد التوقعات في الناتج المحلي الإجمالي وهو ناتج الاقتصاد من السلع والخدمات بمثابة عودة إلى النمو بعد الانخفاضات المتتالية في الفترات من يناير إلى مارس ومن إبريل إلى يونيو الدافع وراء النمو في الربع الثالث من هذا العام يعود حسب خبراء إلى الصادرات القوية والإنفاق الاستهلاكي الجيد ومع ذلك يتوقعوا اقتصاديون أن يطبط الاقتصاد وربما ينزلقوا إلى الركود العام المقبل تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة التي أعلنها الاحتياطي الفدرالي لمكافحة التضخم بعد أن وصل في وقت سابق هذا العام إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أوائل الثمانينات كما انخفض الاستثمار في الإسكان بمعدل سنوي قدره 27% متأثرا بارتفاع قيمة الرهن العقاري إثر قرار الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة سبع مرات هذا العام تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من هذا العام سيصدر في أواخر يناير المقبل ويتوقع خبراء أن ينموا الاقتصاد مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام ولكن بمعدل سنوي أبطأ بنسبة واحد في المئة سجلت ثقة المسالك الأمريكي أعلى مساوياتها في ديسمبر على مدى ثمانية أشهر حسب أحدث البيانات الرسمية يأتي ذلك فيما تراجعت نسبة التضخم مع سمرار المخاوث من الركود الاقتصادي ثقة المستهلكين الأمريكيين تقفز لأعلى مستوياتها في ديسمبر وهم يطون آخر صفحات عام أثقلت تضخم فيه كاهلهم وتربعت مخاوف الركود على هواجسهم في عام أعاد لذاكرتهم الأزمة الاقتصادية لعام 2008 وربما تمنح زيادة ثقة المستهلكين الأمريكيين في ديسمبر حسب آخر مسح صدر الأربعاء مع تراجع التضخم واستمرار قوة سوق العمل قد تمنح جميعها السوق الأمريكي دفعة إنعاش تعطي أملا في العام الجديد من جهة أخرى ارتفع مؤشر التوقعات الذي يعتمد على توقعات المستهلكين القصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل من 76.7% إلى 82.4% صعودا لكن هذا المعيار ما زال يتراوح حول 80 درجة وهو مستوى يقول الخبراء إنه مرتبط بالركود من جهة أخرى سجلت مبيعات المنازل المملوكا خفاضا لافتا للشهر العاشر على التوالي وهو أطول امتداد منذ العام 1999 والمخاوف من حالة الركود الاقتصادي تزداد وطيرتها مع ازدياد أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة منذ الثمانينات من قبل الاحتياطي الفدرالي الذي يحاول تهدئة الطلب على كل شيء من الإسكان إلى العمال وهو ما يضع المستهلكين في حالة توخي الحذار في العام المقبل وثيقتهم ستعتمد على قدرة بنك الاحتياطي الفدرالي على توفير هبوط ناعم لأسعار الفائدة أغلقت سواق المال تداولات يوم الخميس على انخفاض وفقدت مكاسب اليوم السابق مؤشر داو جونزا لأسهم صناعة أنهاء على انخفاض تجاوز النقطة المئوية فيما أغلق مؤشر سن بي لأسهم الشركات الكبرى على انخفاض بلغ نحو نقطة ونصف النقطة مؤشر نزاك لأسهم تكنولوجيا فقد كذلك في تداولات الخميس ما نسبته 2% من قيمته السوقية طلبت شركة تورر من القاضي الاتحادي في كاليفورنيا رفض دعوة جماعية مختارة تقدم بها عدد من موظفي الشركة بحجة تمييز ضد ذوي الإعاقة وكان الرئيس التنفيذي للتورر إيلون ماسكا قال وطالب بالعودة إلى المكتب ووضع ساعات طويلة للعمل بكثافة عالية معتبر بأنه تمييز ضد العمل لذوي الإعاقة وتزعم الدعوة أن انذار ماسكا ينتهك القانون الفيدرالي للأمريكيين ذوي الإعاقة الذي يتطلب من صاحب العمل تقديم تسهيلات معقولة للعمال ذوي الإعاقة فيما ينفي محام تويرر أن تكون إجراءات الشركة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان لها تأثير غير متناسب عليهم من جديد أهلا بكم مشاهدين شهد العالم في عام 2022 أحداثا هامة أثرت ولا تزالوا بشكل واضح على البشرية الحرة تواصل اليوم بثها لسلسلة تقارير ومواد إخبارية متنوعة تجمل أبرز تلك الأحداث المخادثات الإيرانية التي رعاها الأوروبيون حول الملف النووي لم تؤتي ثمارها فيما لم يعلن أي طرف حتى الآن عن وفاة الاتفاق النووي وفي السياق ذاته يؤكد مسؤولون أمريكيون أن المسار الدبلوماسي هو الطريق الأفضل حتى الآن لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة التي رعاها الأوروبيون لأكثر من عام بشأن عودة البلدين إلى خطة العمل المشتركة الشاملة كادت تؤتي ثمارها في أغسطس الماضي لو لم طالب اللحظات الأخيرة لإيران إيران أثبتت مراراً وتكراراً أنها غير راغبة أو غير قادرة على الالتزام بالخطوات التي يتعين عليها اتخاذها ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي لكن إذا رفض النظام هذا المسار فعلى قادته أن يدرك أن جميع الخيارات ستكون مطروحة على الطاولة ولم تنضي أسابيع على فشل المساعد دبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي حتى بدأت التحركات الشعبية على الأراضي الإيرانية احتجاجاً على مقتل مهسأميني على يد ما يعرف بشرطة الأخلاق في خضم ما نراه في إيران من جانب الشعب الإيراني الشجاع وخاصة النساء والفتيات أوضحنا مؤخراً أن محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة ليست على جدول الأعمال في الوقت الحالي ما نركز عليه الآن هو السبل التي يمكننا من خلالها دعم المتظاهرين في جميع أنحاء إيران ودعم قدرتهم على ممارسة حقوقهم الإنسانية العالمية ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين والمسؤولين عن القمع الوحشي وعن جهود قطع الشعب الإيراني عن بقية العالم بما في ذلك قدرته على التواصل مع بقية العالم ومع الإيرانيين أنفسهم وتزامنت هذه التطورات مع تكشف معلومات استخبارية عن تنامي التعاون العسكري بين روسيا وإيران تجلى بتزويد طهران لموسكو بمسيرات استخدمها الروس لقصف البنى التحتية الأوكرانية مما أغضب الأمريكيين والأوروبيين على السواء لم يعلنوا أي طرف حتى الساعة عن وفاة الاتفاق النووي لكن التظاهرات الشعبية المتواصلة في إيران وقمع النظام لها إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي الروسي الإيراني سيجعل الأمريكيين والأوروبيين يفكرون في سبل جديدة للتعامل مع إيران وبرنامجها النووي ميشيل غندور الحرة وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن ذلك سياسيا أما ميدانيا وفي الداخل الإيراني فتسببت وفاة الشاب مهسا أميني في شهر سبتمبر الماضي في اندلاع احتجاجات واسعة في عدة مدن إيرانية للمطالبة بتغيير النظام وتقول منظمات الحقوقية أن حصيلة قتل الاحتجاجات تجاوزت الأربعمائة شخص في حين شرعت السلطات الإيرانية في تنفيذ إعدامات بحق أشخاص على علاقة بالتظاهر مهسا أميني صارت العنوان الأبرز لسنة 2022 في إيران وسببا في اندلاع الاحتجاجات الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ سنوات طويلة البداية كانت في الثالث عشر سبتمبر عندما اعتقلت شرطة الأخلاق في طهران مهسا أميني بسبب ما وصفت الشرطة بملابسها غير لائقة ثلاثة أيام في الحجز وبعدها توفيت أميني بعد دخولها في غيبوبة غير أن الشرطة أكدت أنها أصيبت بنوبة قلبية في حين تنفي عائلتها معاناة ابنتهم من أي مشكلة في القلب وفاة أميني كانت كافية لاندلاع احتجاجات عارمة خلال جنازتها في سقز مسقط رأسها في كردستان مما اضطر قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع غير أن ذلك لم يمنع الاحتجاجات من الانتشار لم يمر إلا يومان على وفاة أميني حتى وصل صد الاحتجاجات إلى العاصمة الإيرانية لا سيما في جامعة طهران مندتة بوفاة الشابة الكردية ومطالبة بحرية النساء شكلت احتجاجات طهران دفعا للمتظاهرين للخروج في عدة مدن أخرى مثل رشت ومشهد وأصفهان تخللتها اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن الغضب في الشارع الإيراني دفع السلطات الإيرانية إلى السعي لتهدئة المحتجين عبر زيارة أحد مساعدية المرشد الإيراني علي خامناء عائلة أميني لتقديم التعازي معبرا عما وصفه بتألم خامناء بوفاتها محاولة السلطات لم تتوقف عند هذا الحد فبالإضافة إلى محاولة قمع المتظاهرين قيدت استخدام تطبيقي انستجرام وواتساب بهدف وقف زخم الدعوات إلى التظاهر بل ذهبت السلطات الإيرانية أكثر من ذلك عندما أعلن خامناء في أول تصريحاته بشأن الاضطرابات بأنه يدعم قوة الأمن في تصديها للمتظاهرين حملات القمع هذه أدت إلى مقتل أكثر من أربعمائة شخص بحسب منظمات حقوقية في حين تتحدث السلطات الإيرانية عن وفاة 300 شخص منذ بدء الاحتجاجات انتظر الإيرانيون إلى الرابع من ديسمبر ليعلن المدعي العام أن شرطة الأخلاق قد تم حلها لكن لم يصدر تأكيد لذلك من وزارة الداخلية التي تشرف عليها كما قالت السلطات إن قانون الحجاب سيجري تنفيذه بوسائل أخرى وبالإضافة إلى حملة القمع باشرت السلطات الإيرانية في تنفيذ إعدامات بحق أشخاص على ارتباط بالاحتجاجات وسط تنديد دولي واسع بما تصفه المنظمات الحقوقية بالمحاكمات السورية التي تتم في سرية تامة وضمن سلسلة تقارير نهاية العام التقت الحرة بالناشطة الكردية الإيرانية شكريا باردوستا التي تتعرض للتهديدات من النظام الإيراني رغم وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك إترى دعمها للتظاهرات التي انطلقت في بلادها احتجاجا على مقتل مهسى أميني على يد ما يسمى بشرطة الأخلاق شكريا أخبرت الحرة عن القمع الذي يتعرض له أبناء جلدتها داخل إيران في حين تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تسعى لاكتشاف طرق لمساعدة الشعب الإيراني في نضاله ونيل حقوقه شكريا ناشطة كردية إيرانية تعيش في الولايات المتحدة تواجه تهديدات من النظام الإيراني بسبب نضالها المستمر ضده نعم هددني الحرس الثوري الإيراني مؤخرا وأخبرت الـ FBI بهذه التهديدات لم تكن شكريا قد تخطت السبع عشر عاما في العام 2003 حينما هددها النظام الإيراني بعد تأسيسها جمعية لدعم حقوق المرأة مضطرها للفرار إلى أقليم كردستان عبر مهربين أما اليوم فهي سعيدة بأن ما كانت تطالب به حينها بدأ يتحقق الإيرانيون وصلوا إلى قناعة بأن هذا النظام لا يمكن إصلاحه شكريا وناشطون آخرون يقررون بأن الاحتجاجات داخل إيران انطلقت دون تأثير من أطراف خارج البلاد ومن بينها المعارضة الإيرانية في الشتات التي تحاول حاليا تشكيل تحالف إنها داخل إيران لا شيء من خارج إيران لأنها لو كانت من خارج إيران لحدثت منذ سنوات وأمام مناشدات الناشطين الإيرانيين لصناع القرار في العالم بالتصدي لانتهاكات النظام الإيراني يؤكد سياسيون أمريكيون أن الإدارة الأمريكية منفكت ترسل رسائل واضحة بشأن دعمها للشعب الإيراني وضعت عقوبات مباشرة على شرطة الأخلاق وقادة النظام وزارة الخزانة تخفف العقوبات المفروضة على التكنولوجيا المتجهة لإيران للمساعدة على التواصل في الداخل إضافة إلى الجهود في الأمم المتحدة لطرد إيران من مجلس حقوق المرأة المعارضة الإيرانية مشتتة ومنتشرة في هذه المرحلة وليس هناك حزب واحد له مصداقية داخل إيران يمكن للولايات المتحدة دعمه الإدارة الأمريكية نددت ميرارا بقمع نظام طهران للحراك الشبابي وأكدت سعيها لاكتشاف طرق لمساعدة الشعب الإيراني في نضاله من أجل نيل حقوقه وحرياته رولا الخطيب الحرة واشنطن وللبحث أكثر حول كل هذه المواضيع التي حصلت خلال السنة التي شارفت على الانتهاء ينضم إلينا من واشنطن سينا زودي زميل غير مقيم في المجلس الأطلسي مرحبا بك سينا معنا في هذه الساعة ها أنت ذا كيف مر العام الذي شارف على الانتهاء على إيران من الداخل تزامنا مع هذه التظاهرات كما تبعنا تلك الصور خلال الأيام والأشهر الماضية ما الذي تغير في اللعبة؟ أعتقد أن عام 2022 لم يكن عاما جيدا وبالنسبة للسياسة الإيرانية وأعتقد أنه على الجبهة النووية كان هناك عدد من الفرص الضائعة الإيرانيون لم ينتهز فرصة لإحياء الاتفاق النووي في شهر مارس لقد انسحبوا من الاتفاق من مسودة الاتفاق المعروضة وكانت هناك مطالب أخرى غير مرتبطة بالاتفاق وكما رأينا في تقريركم في الأشهر القليلة الماضية الحكومة الإيرانية كانت تصارع قضايا اجتماعية وسياسية جاءت بعد قتل الآنسة محسا أميني ولا أعتقد أن الموقف تغير كثيرا بل أعتقد أن الحكومة الإيرانية تعتقد أن الموقف ربما سيهدأ بعد فترة ولا ترى الحكومة أي تهديد مباشر للنظام الآن طيب إلى أين تسير الأمور فيما يتعلق بعلاقة السلطة مع الشعب اليوم في إيران يعني بعد هذه التظاهرات عقب مقتل محسا أميني أعتقد أن هذه الاحتجاجات بغض النظر عن نتيجتها وكما قلت أعتقد أن النظام سيبقى ولكن بغض النظر عن النتيجة العلاقة بين السكان الإيرانيين والنظام ستتغير إلى حد كبير بعد هذه الاحتجاجات ماذا أقصد بذلك قبل هذه الاحتجاجات كان هناك تحت السطح بعض الشرعية كان هناك بعض الأمل بالإصلاح في إيران ولكنني أعتقد أنه بعد هذه الاحتجاجات أي آمال بالإصلاح اختفت أو ذابت وأعتقد أن الجناح الإصلاحي في إيران الذي كان يروج ويناصر الحوار مع الغرب هذا هؤلاء الإصلاحيون تم تهميشهم سيد سينة في جوابك الأول والجواب الثاني أيضا ركزت على فكرة أن النظام سيبقى لماذا تركز على هذه الفكرة على ماذا يرتكز النظام اليوم في إيران ولذلك سيبقى كما تقول أولا هذا ليس تقييمي أنا فقط هذا تقييم الاستخبارات الأمريكية وتقييم الاستخبارات الإسرائيلية كان هناك جنرال إسرائيلي ذكر قبل حوالي شهر إنه يعتقد أن إيران ستبقى أو النظام سيبقى حيا بعد الاحتجاجات أما قوات الأمن مثل الحرس الثوري هذه المنظومات الأمنية بقيت موالية للنظام وبعكس ثورة 79 حيث قوات الأمن تخلت عن الدولة وانضمت إلى الثورة عن طريق التخلي عن مواقعها وأعتقد أنه حاليا في هذا الوقت وحيث أن قوات الأمن لا تزال موالية للنظام أعتقد لهذه الأسباب النظام سيبقى ولكن تذكر في عام 79 ثورة الثورة استغرقت 14 شهرا ثم تمت الإطاحة بالملكية الإيرانية في ديسمبر 22 تقييمي النظام سيبقى طيب ماذا عن الاتفاق النووي الإيراني لو نتحدث في هذا الصدد بشكل مفصل ما الذي يمكن أن يقدم بعد الذي قدم خلال العام الماضي هذا سؤال جيد حاليا أطراف الاتفاق بمعنى الصين روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة هؤلاء أو أمريكا غادرت في عام 18 وهذه الدول لن تقدم أي تنازلات لإيران هناك مطالب تقدمت بها إيران ليس لها علاقة بالاتفاق وهذا هو موقف الولايات المتحدة ومنذ بدء الاحتجاجات في إيران وقمعها والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران نتيجة لهذا كله لا أعتقد على الأقل للولايات المتحدة والدول الغربية التي تفاوضت مع إيران لا أعتقد أنها مستعدة لتقديم أي تنازلات جديدة لإيران حاليا وذلك لأن هذا سيكون صعبا من الناحية السياسية داخل عواصم هذه البلدان نعم سيد سينة زودي زميل غير مقيم في المجلس الأطلسي كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة دعا رئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة ألقاها من البيت الأبيض دعا شعب الأمريكي إلى التآخي وتأزور مستلهمين حلول ذكرى الميلاد المجيد بايدن قال في كلمة قصيرة ألقاها مع اقتراب الاحتفال بذكرى الميلاد إن السياسة باتت سببا في تفريق المرء عن أخي داعيا إلى تجاوز التحزب أو الانتماء لأحد اللونين الأحمر والأزرق في إشارة للحزب بين الجمهوري والديمقراطي مثل سام بانك مانفريد المؤسس المشارك لشركة FTX المفلسة أمام قاضم في نيويورك الخميس وبحسب أحد القضاء فإن رائد الأعمال في مجال العملات المشفرة بانك مان يمكنه إصدار سندات بقيمة 250 مليون دولار والعيش في منزل والدي في كاليفورنيا بينما ينتظر المحاكمة بتهم تضليل المستثمرين ونهب ودائع العمل على منصة تداول FTX الخاصة به ألغت دارة دارة طيران الفيدرالية أن العصيفة الشتوية تسببت في حدوث عصيفة تلجية في الغرب الأوسط مع توقع اضطرابات سفر كبيرة في شيكاغو وديترويت أكد الرئيس الأمريكي استعداد السلطات الفيدرالية لمساعدة الولايات التي تواجه موجة من الطقس البارد لم تشهد البلاد منذ ما يقرب من 40 عاما وكانت عدة ولايات أمريكية أعلنت حالة الطوارئ وعلقت شركات الطيران رحلاتها في عشر مطارات بسبب خفاض مستوى الرؤية المصاحب لهبوب العواصف الثلجية وأصدرت ولايات كدكورا ومينيسورا وأيوا وانديانا ومشيغين تحضيرات من ارتياد الطرق السريع عصفة تضرب الولايات المتحدة بالتزامن مع موسم العطلات توقعات بأن يمس التقس السيء كافة أرجاء الولايات المتحدة تقريبا في حدث لا يحصل إلا مرة واحدة كل جيل بحسب دائرة الأرصاد الأمريكية الرئيس جو بايدن طالب الأمريكيين بالتعامل مع الأمر بجدية مشيرا إلى استعداد السلطات الفيدرالية للمساعدة إذا اقتضت الضرورة العصفة والطقس شديد البرودة كما نشاهد على الخريطة ستتأثر بها الولايات من أكلاهوما إلى ويمينغ ومنها حتى مين أشجع الجميع على الالتزام بالتعليمات التي تصدرها السلطات المحلية وقد اتصلت بـ 26 حاكم ولاية حتى الآن وأنصحوا بمتابعة الموقع الإلكتروني الحكومي الخاص بالتقس وفريقنا مستعد لمساعدة السلطات المحلية للتعامل مع هذه العاصفة ودرجات الحرارة المنخفضة وأدعوكم للتعامل مع العاصفة بجدية وإذا كان لديكم خطة للسفر سافروا الآن تحذيرات الموجة الباردة وصلت إلى نحو 100 مليون أمريكي إذ بدأت الثلوج في التساقط وتراكمت في بعض مناطق بولاية ساوث داكوتا ليصل ارتفاعها لنحو نصف المتر فلوريدا المعروفة بأنها ولاية الشمس المشرقة لن تنجو من رياح باردة سرعتها تضاهي إعصارا من الفئة الثالثة أكثر من 1100 رحلة جوية ألغيت بسبب خفاض الرؤية الأمر الذي عكر أجواء استمتاع الأمريكيين بعطلة عيد الميلاد خاصة مع قطورة السفر برا ولاية وايمونغ التي انحضرت الحرارة في بعض أرجائها إلى ما دون الخمسين درجة تحت الصفر طلبت من أصحاب المركبات عدم ارتياد الطرق السريعة بعد أن تلقت بلاغات بتقطع السبل بنحو 100 من العائلات المسافرة هذا هو عيد الميلاد الأشد بردا في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 40 عاما ويبلغ ذروته في الغرب الأوسط ومن المتوقع أن يستمر نحو أسبوع قبل أن تنحسر الموجة الباردة ترجمة نانسي قنقر